اشتركوا في القناة ضيف حلقتنا لهذا اليوم هو الشيخ توفيق الصوملي هذا الشيخ الذي طبعا له العديد من الإسهامات في إطار المجتمع إسهامات إيجابية طبعا والتي كانت آخرها فيما يتعلق بأراضي منتسبي القضاء سنتناول في هذه الحلقة وفي ديوزئها الأول نشأت هذا الشيخ في إطار تلك الأسرة والتي كانت تجمع فيها العديد من العادات الحميدة والحسنة في إطار التربية جميلة ورائعة أيضا سنتطرق في موضوع أيضا كيف تسهم القبيلة في حل العديد من القضايا المتعلقة بالمجتمع أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة نرحب بكم ونرحب أيضا بضيفنا الشيخ توفيق الصوملي السلام عليكم الرحمن الرحمن الرحيم الله وبركاته يبحانك يا شيخ توفيق الله يحييك يسلمك أنا يا شيخ توفيق أشكرك لإتاحتك هذه الفرصة لنا لإقراء هذا الحوار معك في هذه الدقائق حياكم الله هذا من طيب أصلكم وطبعا هذا شرف كبير لنا أننا نكون معك هنا وفي هذا القول القميل وهذا المساحة القميلة في لحك حياكم الله يحييك لحكي بلادي الكل الله يحبك يا شيخ ولحكي الخضيرة تفضل معي يا شيخ ببداية يا شيخ نود الحديث عن نشأتك وحياتك طبعا أنت يا شيخ قبلي لك دورك في إطار هذا المجتمع سواء كان في إطار محاضرة لحجة أو في إطار محاضرة عدن لكم مسهاماتكم الإيقابية في إطار المجتمع حديثنا عن بجاية نشأتك كيف نشأت في ظل الأسرة دفعت بك إلى أن تكون على ما أنت عليه الآن طبعا تساهم في العديد من القضايا التي تخدم المجتمع وتخدم الناس سواء كان في لحجة وعدن طبعا هذه نحنا توارثناها أبا عن قد كابر عن كابر نعم وهذه يعني طبيعي أن الأسرة تنشأك على ما تعودت عليه حلو جميل فعلا من شأن يبقى الأمر يعني متواصل منذ القدم إلى يوما هذا نعم وأما أنا أقول لك هو الإنسان العاجل بسيط نعم مثل أي إنسان في هذه الحياة نعم إنما ما يدور في المجتمع والسكوت عنه خطأ بحد ذاته نعم أنت يا شيخ أبوك كان شيخ قبيلة أبي وقدي وقبله نعم نعم طيب كيف كانت الحياة التي تعيشها أنت طفل دائما ترافق أبوك في القضايا أو في كونك شيخ قبيلة نعم رافقت أبي ورافقت غير أبي لأن هناك في مثل يقول المجالس مجارس يا سلام المجالس مجارس وهذه طبعا لا يمكن أن يتعلم واحد فن العرف وفن التعامل به إلا في المجالس يا سلام وفي يعني ملامسة القضايا وكيف التعامل به وكيف الحفاظ على مشاعر الآخرين وكيف الحفاظ أيضا من شنحة للقضايا يجب أن تعمل نوع من الإنسجام بينك وبين المتحاكمين عندك أو بينك وبين المجتمع وكذلك يعني إذا في ثلة من الناس الخيرين فتقد يعني المجتمع يصلح يصلح أيها وتهدأ هذه المشاكل بشكل فضيع يعني ما يتصورها الإنسان بأشياء بسيطة جدا لكن بقهل كثير من الناس يعني بهذه العادات وهذه التقاليد الحميدة الكرم ربط يعني تواصل الناس وإيضا كذلك العكس عندما يقول لك يعني كثر الأذية تبتح بالمودة نعم صحيح على الإنسان أن يكون يعني كثيرا تتواصل مع الآخرين وأن يعمل الخير وأن ينتظر الزمن الله كان يا شيخ تفضل يا شيخ كان يعني في بداية حياتك ونشأتك كان زمان في هذه الفترة دائما كان تعليمكم وينطلق من تعاليم الدين الإسلامي القرآن الكريم بشكل كبير كان دائما ما يحصل المشايخ لتعليم ابنائهم القرآن والكافية الالتزام بتعاليم الدين وبعد ذلك يعني يتم تربيتهم على العراف وعلى الطبيعة القبيلة حديثنا عن هذا الموضوع يعني هذا الموضوع طبعا هو شيق وهو أيضا يعني كبير لو واحد قال يعني يبحر فيه قدميك في شوكام هذا احتاج يعني إلى وقت يعني كان يدفع بك لتعلم القرآن أكيد أكيد يدفع بك لتعلم القرآن ويدفع بك لنك حتى إذا قاء الضيف عند قارك يقول لك عيب يعني تقي العيب رح ساهم مع قارك رح استقبل الناس رح أعمل كذا يعني ما يخليك جالس يعني يقول لك عيب ولو قعت مشكلة عند ناس وانت قريب وتسمع حتى النساء تدفع بك هذا القانب الله أكبر تقول لكم وقال فدر ألبسك خلقي الله أكبر عيب رح ساهم مع الناس أعمل خير أعمل كذا أعمل لكن الآن وقدنا العكس اختلف الوراء اختلف فعلا يعني وصار أنك لو تروح تعمل مشكلة يعني لا تولي هناك ما تقع مشكلة بتحنب لنا نعم شوف كيف فأصبح أنه الفعل الخير قليل وكان كل كلمة تخرج منك بحساب صحيح كان ينهرك أبوك أو أي واحد عاكل لي واحد يمتقي كلامه زي ما يمتقيها طائب التمر إذا أخطيت حتى إذا ابتسمت نعم في وضع يعني غير ملائم وضحك ينهرك تقول لك قعيب لأنه تحسب عليك وتحسب إنك مفتن وإنك كذا وإنك وهذا يعني تعتبر إيش نقص في إخلاقك كانوا يربوا الناس على مكارم الأخلاق يا سلام ونحنا لا نذم أيضا لا لكن نتمنى أن يعودوا الناس إلى هذه الأخلاق وهذه القيم لأنها فيها فايدة كبيرة جدا نعم صحيح للمجتمع يا شيخ هنا سمعت أنا وحنا أنت تستضيفنا عندك في هذا المكان الجميل أنه أنت عندك حب للخيل والخيول الأصيلة هل عندك حب هوية ركوب الخيل هو يعتقد لا يوجد إنسان على البسيطة لا يهو هذا يا سلام وإنما أنا شخصيا ما أقدر أكل هذا إنما أرحل عندنا سعني من أصحابي كعماد العزيبي ككذا عندهم خيول أقش كذا أتخرق عليهم يا سلام ونحنا عندنا يعني التعفف ولده من شان يبكى صاحبك يعني دوم ما تقدر تقول له أعطيني شركة أعطيني كذا حتى تشعر أنك ثقيل عليه نعم مفهوم تملك لا تثقل عليه قد يكون هو نفسيا حتى ونحرق منك لكن نفسيا قد يكون غير قابل بالهذا حافظ على ما بينك وبينه من التوازن أهم من أيامك كيف تقدر يعني مكانة لحق في نفسك يا شيخ توفيق وأيضاً وكذلك مكانة محافظة عدن بالنسبة لك أنت يعني أولاً بالنسبة للحق نعم فهي عزيزة علينا جداً نحن تربينا داخلها نعم أنا ومن أنا صغير وأنا داخلها نعم كنت عني مقصة مقتيمة بين طور الباحة وما بين لحق كنت إذا دخلك لحق تبدأ يعني تشم رائحة الفل يا سلام ولا كاذي يا سلام ولا البياض هذا نحن نسميه شقور وكذا المهم كل هذه الروائحة الجميلة من الوحق يا سلام يعني من بعد نزافة من الوحق تبدأ يا سلام عليك لماذا وبعدين عندما تقيل لحق تقيل هي قطيفة واحدة الله أكبر زراعة الله أكبر زراعة حتى أن الرياح عندما تمر تعمل بالزرع يعني بهذا كذا ثم يرتفع بشكل يا سلام التوازن فهذا كان يعني له روعة نعم له أثار في النفس نعم صحيف يعني لا يرد نظرك إلا خضر نعم صحيف فهذه هي كانت لحق نعم وكان أيضا أهلها ناس يعني لهم عادات ولهم تقاليد ولهم عراف ولهم قيم ولهم وطيبة تسكن قلوبهم نعم فعلا ما أعطاهم هذه القنات إلا نعم نعم لما يحملوه نعم صحيح من خير نعم صحيح لا يقابل الإحسان إلا بالإحسان طيب ما كانت بالنسبة عدن في نفسك يا شيخ يعني كيف تصف لنا هذه المكانة عدن هي قلب التاريخ ناس هي قلب التاريخ ناس وعدن هي روعة الإنسان جميل ناس وهي عبارة عن أهالي يعني تجمع لأهالي عدن يعني من كل الأجناس ناس وتعايش و وأرى يعني أنا من وجهة نظري أن لا يعكر صفوها ناس بهؤلاء الغوغاء نعم 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 وأيضا زرع الحقد بين الآخرين وبين الناس وهكذا على أمور يعني بسيطة جدا ونبذل الخبث نعم منها نبذل الخبث منها بكيف يمكن حتى تبقى عدن ولها رونقها الخاص بها كما كانت فعدن هي إن جيت للحق امتداد للحق لا سلام عليك هي امتداد نعم امتداد للحق امتداد نعم نعم وإنما العوامل وهذه يعني الحوادث الذي حصلت يعني أثرت على نفسية أهلها الأصيلين شيخ تفضل أنا أريد أن أسألك ما الذي تغير الآن خاصة أنت كنت عشت وترعرعت في زمن قميل يعني في ظل وصف وصفت قميل وراع لهذه المحافظة قميلة ومحافظة تلحق وأنت الآن شيخ قبلي تحظى باحترام القميع وقميع من في هذه المحافظة وفي المحافظة العدن يحبونك يعني يعني ما الذي تغير في بعض القماليات الموجودة الآن يعني طبعا أكيد يعني بيتكون هناك في تغيرات ما يبقاش الله نعم الزمن ولا شيء علامة عليه فهذه يعني سنة كونية لا سلام لا بد أن يتغير فيها بس على الناس أن يحافظوا على ما تبقى على ما تبقى قدر الإمكان حتى تعرف الأجيال القادمة يعني أنه كان فيه دمال دمال يعني ويجب أن يكتب التاريخ نعم هذا الكلام وهذه المعافظة وأن لا تتركت رحها باء وأيضا هذا يعود عليكم أنتم الإعلاميين نعم صحيح صحيح بدرجة أساسية وعلى الأدباء والمثقفين هم يعني نخبة المجتمع وأيضا نتمنى أيضا العدل والقضاء أساس الملك كل القضاء يقول لك العدل أساس الملك نعم نعم والعدل هو في القضاء وأيضا الحمد لله أن في القضاء إلى حد الآن يعني يبدو القهد كبير يبدو القهد كبير حتى تستقر البلاد تستقر وضعها بذل الله نحن نتمنى أن تتحسن الأمور كثيرا في إطار أن تكون الوضع أو تكون الوضع إلى الأحسن ولكن إن شاء الله بذل الله نحن في هذه الحلقة سنتحدث في عدد من القوانب الأخرى ونحن هنا في ضيافتك يا شيخ طبعا قوانب من المشاهد يريد أن يعرفها عن لسانكم ونصدفك يا شيخ للجزء الثاني من هذا البرنامج تفضل يا شيخ حتى نقلس معك ونطلع المشاهد على عدد من القارب الأخرى تفضل عزيزي المشاهدين الكرام نستكمل معكم هذه الحلقة من برنامج المحاور ضيفنا كما هو في الجزء الأول من هذه الحلقة شيخ توفيق الصوملي شيخ توفيق إحنا كنا تحدثنا عن قانب جميل في حياتك منذ نشأتك في إطار أسرات تحفظ العادات والتقاليد الحميدة تربيت على حب العمل الخير والشهامة والكرم دور القبيلة في حفظ الأمن المجتمعي وحفظ السلام دور مهم جدا حدثنا عن هذا الباند طبعا القبيلة أو سواء على مستوى يعني بجميع أفرادها أو على مستوى الفرد الذي تتكون عليها القبيلة هم هذه تبنى طبعا على عراف معينة فعندما لم تنسق الدولة بينها وبين القبيلي بشكل ملائم فالقبيلي في عوائق توقف قدامه يشعر له نقصه وخالف عرفه لهذا تقيد يحايد ما يعطوش الأمر المهم يقول لك نجي واحد على وجهية إلا يثبتوا عليه شيء ثبتوا عليه شيء بعد الثبوت كلام آخر التزم يعني حمل القبيلي بلاده هذه بلادك انت مسؤول عنها انت مسؤول عنها فيما يحدث لأنه في شيء على وجه القبيلي قيم عليه حقه إذا هم مش قادر يقول الدولة أنا مش قادر يدولة تحملي نعم تمام أما يقول أنا قادر أحمي هذه البلاد بس الدولة يقب أن تكون منصق معه وأنه كذا مثلا حتى إذا وقع قتيل في ليل في أرضه نعم هو ملزم أن يبحث من الذي قتل من الذي حتى عنده شهادة يحاكم يعمل لما يوصل نعم يعني يصل الحقيقة نعم على يقول يش القبيلي يشبر وقه نعم تملك وحدي يحميه وحدك محكم يعني كان في العراف أن هذا الذي يقتل في ليل في حالة أنه ما وقده شي يشاهد يحكم عليه إيش أربعين حلاف من عقال القبيلة والذي يشار إليهم بالبنان اللي يخاف أنه لا يعلم ولا يعلم ولا كذا بعد هذا يحكم دير في غرام وفي رقام نعم غرام يعني بعد ما يدخل فهم يوم يسمى يوم حتى تضيف له اسمك مثلا اسم القبيل يجي عندك يسكن يعتبر إيش منك وإليك نعم ولو كان من قبيلة آخر وعمل مشكله وقهله يعملوا هنا عندك توقفهم بحكم في عراف بينهم يتوقف عند حده وعندما يتوقف عند حده الحكم يقول لك إذا تشهي لك شلو بخير وشر لك لكن شر لي وخير لك لا بعد نفسك من ذا الكلام خلي لي هو عندي ولا بزو عندك خير وشر لك نعم طيب الشيخ كان لكم دور كبير يعني وخاصة في أيام يعني دخول الميليشيات إلى لحق وعدان ودور كبير في عمل ترد تلك الميليشيات من محافظة عدان ومحافظة لحق يعني مشكلة كاملة نعم حدثونا عن هذا الدور اللي كان للقبيلة في هذا الموضوع نحن نتكلمش طبعاً هذا الشيء من المعيب أن الواحد كما تقول يصفه لنفسه وحده يعني نعم كان هذا فيه شرف للكل نعم للقميع لكن نحن منطلقنا كقبائل أنه إنسان أقاعني من هذهك البلاد يدخل في أرضي يعيث فيها الفساد سواء لأنه الآن شيء أكبر من أنها قبيلة تتصدّاله أو قبيلتين أو ثلاثة نعم أو لحق أو عدن أو نعم كذا أو الصباحة أو أهل البان أو كذا عنهم إلى ما نهاية هذا كان يعني على على الجميع ونحن قمنا بدور فيه الذي قدرنا الله عليه قل قدنا بعض المعارك مثل معركة الوحد مقرانة عني ملحمة قتلوا ثمانية من أهلي يعني من حراس الشخص حقي من حراس الشخص يوبا وأهلي يعني وفيهم واحد صماتي واحد من المكامحة بس كانوا بعض الضوء هذين قدهم من الأزمين لي ولا الباقي كلهم من أهلي في هذه المعركة حتى بالرغم ما اشتركوا معنا في ذلك اليوم لا طيران ولا كذا ولا أمور وبرضو أول من كسرنا الحوثة في أول مرة كسر الحوثة في مصمع الحديد وكذا ومفرق بير أحمد نحن أول من دخله وتواصلنا بالأخوة من قراطيس وكذا وناصر حدور المهم مجموعة وهشام السيد وقول ما عندنا وبعدين دخلنا في معركة الوحد هذه وبعدين هناك يعني حصل لنا انكسار برضو لكن برضو لنا في الشرف لأنه كانت ما توقد معنا معدات كانت قتل ثمانية فيها ولكن نستمرنا وبرضو دخلنا في تحرير العند من هذا كالاتقاه لما وصلنا ووقفونا بعدين يعني عند المثلث وهكا طيب يا شيخة يعني فيما يتعلق بوقوف يعني القبيلة مع الدولة فيما يتعلق بمواضيع مواضيع سواء كانت التنمية مواضيع التعلق بحفظ الأمن مواضيع التعلق بضررتهم تكون هناك تعاون مشترك ما بين الدولة وما بين القبائل المختلفة سواء المحيطة من أبناء مثلا محافظة لاحق ومن أبناء مثلا محافظة عدن يعني حسنا أنه عدن تجمع كل الأطياف والله هذا هو دور مهم لأنه في مثل سائد عندنا يقول يعني الدولة يقول أخي أهلها يعني الناس المواطنين هم يعتبروا الدولة إن أرادوا حفظ الأمن فهذا يعني بيدهم وهذه يعني النعرات يعني مالها داعي في ظل وجود قانون حتى ولو كان مثلا هناك هامش مثلا من القانون يحافظ عليه مهما كان يحاول تنميته يحاول كذا لأنه شيء أفضل من أن يكون لا شيء نعم صحيح شيء من لا شيء أفضل يعني هذا مهم جدا والأمن هو في الأول والأخير أنت بات تبحث عنه وبات غرض له والأصل للعاقل يبحث عن الشيء قبل أن يفقد قبل أن يفقد هناك في أخطاء تحصل لكن على الناس أن تستوعب هذه الأخطاء بعقلية وأن يخرجوا يعني بمخارج ملائمة وأيضا يقال الوقاية خيرا من العلاج في أخطاء تحصل لكن أحيانا قد بعدين إذا تركت هذه بسبب الخطأ هذا وقمت وصلحت أمر يعني غير لايك في الأخير قد يتلوش هذا الشيء وما تقدرش بعد تسد الذي يجيه هناك بهود حثيثة من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية بالأقل تطبيق ما يسمى باتفاق الرياضة طبعا الآن هناك بهود من خادم الحرمين الشريفين للملك سلمان عبد العزيز ولي عهدي الأمين محمد بن سلمان بأقل تطبيق هذه البنود دوركم أنتم في عملية التوعية من أقل تطبيق بنود اتفاق الرياضة والله فعل الخير يجزع عليها الأخوة يعني في التحالف يجزيهم الله ومهما حصل يعني من الترويق ومن الكلام يعني والقول في حقهم هذا برضو غير لايك بينك يمنيين نعم نعم صحيح غير لايك بالكل ولا يعني إلا يعني إذا محدد لأن حتى من باب العراف يقول لك للضيف سبع خطايا والخطايا خطايا موضقات وإنما هو إيش قابل عندك هل أقال يطلب منك شيء أو يعمل أقال يعمل خير لكن الأخطا تحصل في مثل هذه الأوراعة وعني في تفاوت فهم الناس وإنما هذا نحن أيضا نوعي ونتكلم ومن خلال منبركم في هذه القناة ونطالب الناس أن يتماشوا بعقلية صحيحة وأن لا يترك حقه وكيف يطلح حقه بالطريق الصحيح والعقل لا يمكن أن يتناقض مع مطلب الحق أينما كان لكن على الناس أنها تتعايش وعلى الناس أن تبذل قهد وأن ينظروا لليمن بشكل عام ولا يغلب مصلحته الشخصية على مصلحة وطن على مصلحة وطن لأن الإنسان يجب أن يضحي لأقل وطنه لكن لا يضحي بالوطن من أقل شخص من أقل شخص والحقوق لابد أن نصونها وأن نوقف عندها مهما كان ما أخلك إنسان أكبر من إنسان أو أكثر من إنسان أو أنه له شيء اللي غير ما أخصه الله فيه طيب الشيخ طفيق الصوملي فيما يتعلق بيمن الآن في معاهدات سلام كانت من أقل الحل وتوصل إلى السلام بين الحكومة الشرعية وبين الميليشيات الخلطية ولكن الميليشيات الخلطية حتى الآن تنقض كل معاهدات وفنود السلام سواء كان اتفاق ستوكوهولم أو الاتفاق الحديدة هناك تعنت من قبل تلك الميليشيات إلى أين سيكون الأمر في ظل هذا التعنت بالنسبة لواقع الملف اليمني الله يواقع الملف اليمني هو يعني لا نتحكم فيه نحن كيمنيين الآن أصبح ولا حتى الإقليم حتى الإقليم مرغوم على أمر أنه يمشي كذا وفي أهداف وأطماع دولية في اليمن وفي موقعها الاستراتيجي وهذا طبعاً نحن كقبائل بيكون يعني دورنا محدود فيه لما نمتلك من الأشياء البسيطة أو هكذا إنما هذا على النخبة السياسية يجب أن يتنبهوا لهذه الأمور وأن يبنوا علاقات صحيحة ومتنية وأن يحافظوا يعني على ما تبقى من هذه الأمور وأن لا يدخلوا اليمن في فوضى عارمة يعني لا يحمد عقبها نعم صحيح لا يحمد عقبها يعني كما تقول من باب العقل أنك أنت معك قضية ومعك قبيله يعني تريد أن ذا وتعرف أنك بات تفشل فيها ما بات تنقح من باب العقل أنك تهادن وأنك تماشي وأنك تعمل لكن إن فرضت اللهم ما فاشهد لكن يا شيخ هناك يتعنب هناك رف يعني بالنسبة للحوثة معهم هدف وهدفهم ما يملك أمرهم ولا بيدهم فهم إمع إمع لكن عقيدة فاسد لا يمكن أن تتلاءم يحملوها لنا كيمانيين يعني ولا يمكن أن نقبلها بهذه الطريقة أبدا نعم صحيح أبدا ولو كان يعني فيها ما كان فلكن أنا الذي لمحت فيه أمرهم مش بيدهم نعم صحيح أطماع إيرانية أمرهم مش بيدهم وهم معاهم أهداف معينة وأيضا حتى إيران مش لهاتيك الدرقة الذي في أطراف خلفها تدفع لأنك عندما تنظر إلى الأحداث السياسية الذي حززه مثلا في فغانستان وفي العراق وفي كذا في مشروع عالمي في مشروع عالمي يريدوا تمريره من خلال هذه الفوضى وهذه إشعال الحروب وقدوا أقنده داخلية يتمشي هذه هذه الأمور وما يوقد هناك عقل وطني صحيح إلى الآن ما يوقد عقل وطني صحيح ولهذا تقد العقل يبعد من هذه الأمور ويترككم لما يقع على الله يعني أمر من عنده نعم شيخ طفيق أنت كان لك سهامات يعني جميلة وكبيرة فيما يتعلق أمور عديدة نذكر منها ما يتعلق الآن دوركم في متعلقة القمعية السكنية لمنتسبية القضاء أمور التي تشينات خلال هذا الشهر يعني وبالتالي هي خطوة جميلة لحفظ يعني شيء جميل للسلطة القضائية يعني ورقال القضاء حتى يقوم القاضي بدوره حدثنا عن هذا الدور الذي قمتم به وعن هذه القمعية السكنية التي الآن تم تتشينها طبعا القمعية السكنية للقضاء وكذلك يعني كل مشاريع الدولة نعم نحن عندنا استعداد لنتعامل معها فيما نملكه يعني بعقلية وهذا وبالذات القضاء نحن لا نمن عليه بأم بشيء نعم لا نمن عليه بشيء هو أشترى حر ماله وهو معد نقيش نزايد عليهم ولا نتكلم قدهم يعني رأس هرم السلطة نعم نعم صحيح ولهذا وهذا يحسب لهم مش لنا يحسب لهم أنهم بحثوا على الحقيقة وقدوا وهم يشتروا بحر مالهم نعم مننا وهذا كما قلت نحن ما نريده في قل هذا الموضوع هو أن تكون هناك تخطيط حضري بشكل ملائم يعني يحفظ رونك مدينة عدن وقمالها وقمالها أيضا وهي عبارة عن منطقة صاحلية ويجب أن تكون هناك متنفسات ويجب أن تكون هناك شواطئ يعني بعيدة عن الزحام وعن حتى البناء يعني فيها بشكل عشوائي وهكذا ويجب أن تكون هناك منتزهات حتى يعني نظهر رونك بلادنا للعهلة نعم صحيح بشكل ملائم أشخ انتشار المخططات عشوائية يعني خاصة فيما يتعلق الآن في بعض البناءات العشوائية التي تتم خارج تلك المخططات السكنية خاصة في المتعلق بمدن التي تقام كمدن يعني سياحية وقميلة لكن هناك مخططات تدخل بطريقة عشوائية وأيضا بسط على بعض الأراضي يعني رأيكم في هذا القانون نحن رأينا أن هذا أنا أعود طيب بالعتب واللوم على أجهزة الدولة عندما تترك للمواطن أن يقوم بمهمة الدولة في التخطيط والأمور وهذا هذا ما ينتق عنه هذا ما ينتق عنه وشخصيات وكبروهم ولمعوهم وعملوهم ما يفهم هذه الأمور بس وفي علام يلا واستعقرلوا يعني جماعة من الناس الذي يكتبوا ويعملوا وفي الأخير ما يظهر عن هذا يعني ما هو الحاصل الذي نتق عن هذا الشيء يعني شيء عشوائي ما تعرش حتى تمر ببقاري جمال يعني هذه الأصل الأصل لها تعاد النظر فيها كدولة تعود النظر فيها وأن يحاسبها أو لا وأن يحاسبها أو لا من أنت لما تقوم تخطط وكذا لن نطالب الدولة ومن منبركم هذا أن تقوم بدورها بشكل صحيح وأن تحفظ حقوق الناس وأن تحفظ ماء وجه الدولة بشكل صحيح وبشكل ملائم وعلى المواطن أيضا أنه يتساعد وأن يتكلم وأن لا يأخذه الغرور فالدولة لا بد أن تأتي اليوم أو غدا يا رجال كان يعني بالعقل منطق كان يعني أهل أبائنا يعني ينقل ويقول لك طيعة الدولة ولا تنصرها هذي على الدولة اللي مثلا فاسد يقول لك طيعة شوف أمثلة يعني عند الأعراب يقول لك إيش طيعة الدولة ولا تنصرها لكن ما شيها يعني في العقل والمنطق لأنها دولة فالأول والأخير لا بد أنها أسمع وإن لك حقوق في أطر القانون يحفظ لك حقا يعني هناك عدد من المواقف الدخيلة على مجتمعنا يعني مواقف يعني أحيانا تكون تحز في النفس إنه واحد ينظر إليها رأيكم أنتم كشيخ قبيلة ويعني في بعض تلك المواقف أنتم الآن يعني دعوة توقعونها كرسالة للمجتمع للحفاظ على هذا المجتمع آمن بعيد عن الصراعات بعيد عن العادة الدخيلة كالبسط العشوائي أو عملية استغلال مثلا مصالح معينة للجهات أنا لا أعتقد أن عاقل أو إنسان يعني يحمل عقله أنه يتعارض مع مشروع مثلا دولة يعني يعود فايته للمجتمع في مطار ككذا يريد أن يشل الأرض اللي تزنع وتقلع يشل حتى مهما كان معي فيها من ذلك هذا أمر هو فالأخير من فعلي ما تبقى من أرضي بس تفيد منه أكثر نعم صحيح فنحن نطالب الدولة إذا في هناك مشاريع نحن نعطيها بالهش نعم صحيح وما نشتي منها شي بس تكون لدولة مش يعطيها قبيلي إيش الحقي نعم صحيح إيش وحسن مني يستغل لها يعني بإسم الدولة وشل لها قبيلي لا مشاريع للدولة تعود للوطن والمواطن ما عندنا مانع ما عندنا أي مانع دعوتكم للمجتمع يعني من شكل عام دعوتنا للمجتمع شكل عام أن يحكموا أن يحكموا العقل والمنطق وأن يستفيدوا ويعتبروا بما مر من قبلهم وأن الإنسان ميت اليوم أو غدا عدن للجميع عدن للجميع ولحق للجميع وأيضا أي إنسان خرب أو عمل أن يمشي ويحاكم يعني بشكل قانوني وبشكل ذا وأن يخرج حقه بحكم ولا نريد الإعدامات الميدانية التي بدون يعني أحكام صريحة وواضحة هذه على الناس أن يتوعوا واليوم قال كما يقول اليوم يعني في جارك غدا في دارك انتظر من برل الرأس وحلقه وعلى المجتمع أنه يتكاتب وأن الإنسان يعاقب السيء السيء يجب أن يعاقب والإنسان المفسد يجب أن يحاسب قالوا إيش من أمن العقوبة أساء الأدب عن طريق القضاء وعن طريق القانون عن طريق القانون القانون موجود لا يقول اليوم بكرة بيتنفذ شيخ طفيق احنا شاكرين لك يعني من حك لنا هذه الدقائق بإقراء هذه اللقاء معك أنت كنت كريما معنا في طرف هذا اللقاء تحدث بشفافية ناتج عن روحك الطيبة حياك حياك روحك مطيبة حياك ونحن فخورين وأنا أعتزد شخصين بإقراء هذه اللقاء معك أشكرك الله يحييك ويسلمك الله يحييك الله يحييك أهلا وسهلا بكم أي وقت واتمنى أن تكونوا ضيوفنا في وقت آخر نستضيفكم ونقوم بواقب كرمكم بشكل صحيح حياكم الله الله يحييكم ويسلمكم حياكم الله كانت هذه هي حلقتنا من برنامج المحاور وكان ضيف هذه الحلقة هو شيخ توفيق الصوملي تطرقنا إلى عدد من القضايا المتعلقة بالمواضيع المجتمعية ودور القبيلة في حل تلك القضايا حتى تسهم استسهاما فعلا في دور إيجابي يساعد على حل عدد من القضايا الشائكة في إطار المجتمع أعزائي المشاهدين إلى حلقة أخرى من برنامج المحاور دمتم بخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة